ألا تعتقد أن الموازنة كشفت العورات انصح وصفي مشاكل داخل البيت الكردي مشاكل بين المحافظات الوسطى الجنوبية المحافظات المنتجة للنفط قضية إلغاء فقرات تتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء وهو ما وصفها من قبل مراقبين محاولة لتحجيم الدورة لا أولا ليس كشف العورات وهذا الكشف أو الانكشاف هو ليس جديد يعني انذكر وجنابك انذكر في إحدى الحكومات قبل أربعة أو خمسة سنوات مرة تم تمرير الموازنة بدون القوى السياسية الكردية حينها الاتحاد الوطني والديمقراطي انسحاد بوجود الأغلبية مرت الموازنة لكن بعد التمرير تم إعادة التوافق السياسي بالتالي حتى الموازنات داخل السلطة التشريعية لا تحتاج إلى نصاب ثلثين مثل ما يحتاج تمرير رئيس الجمهورية والقماد 76 وإنما تحتاج أغلبية بسيطة نصف زائد واحد 168 أو 167 نائما وهذا ما موجود الآن لكن المشكلة أين بعد تمرير الموازنة سيتم إرضاء هذا الطرف أو ذاك الطرف وهذا ما تعلمنا وتعودنا عليه قيلة الحكومات والدورات السابقة لكن الجديد في هذه الموازنة أولا الأموال الكبيرة المتوفرة في خزينة الدولة وإذا كان هناك فعلا حكما رشيدا وإدارة حكيمة لأنك شون تقيس الدولة الناجحة والراسخة تقيسها بنخبها الناجحة إذا كانت دولة فاشلة بالتأكيد نخب فاشلة وهذا ما حصل لطينة السنوات الماضية أنا أعتقد بعض النواب استغلوا واستثمروا الترويج والتسويق الإعلامي كأنما كل نائب هو يدافع على منطقته وكأنما منطقته أصبحت كباريس أو كدبي لا نقول باريس نأتي إلى الدول المجاورة التي كان الأراق يسبقها في كل شيء بعشرات السنوات الآن الأراق متأخر على هذه الدول طبعا بالعافية عليهم بالتالي الإدارات والقيادات التي فشلت بإدارة الدولة أكثر من عشرين سنة صعب جدا تعاجل أخطاء ما لم تكن ثورة وفورة ثورة إدارية وفورة شعبية للضغط على الطبقة السياسية عليكم أن تقدموا خدمات وإنجازات حتى تعادل ثقة للمواطن يعني اليوم المواطن حينما يسمع موازنة لا أحد يثق بها وحينما يسمع هناك انتخابات لا أحد يذهب إلى الانتخابات يعادل الثقة وهذا ما تحدث فيه حتى السيد محمد السوداني قال لابد أن نعيد الثقة للمواطن الأراقي على مستوى تقديم الخدمات والإنجازات وعلى مستوى إجراء انتخابات وبالتالي يزداد منسوب المصوتين أنا أرى هذا الخلاف هو ليس جديد يعني داخل الطبقة السياسية وإنما إضافة جديدة للخلافات السابقة وأنا أرى الحزب الديمقراطي صعوب جدا إذا غضب وإذا زعله تستمر العملية السياسية بالتالي أنا قلت الحزب الديمقراطي هو يعتبر مرتكزا داخل العملية السياسية وحتى السيد مقتدى الصدر السيد الصدر سواء كان داخل العملية السياسية أو خارج العملية السياسية الكل تتخوف منه لأنه يمتلك قاعدة شعبية ثابتة تتوسع ولا تتقلص بالتالي السيد الصدر حينما يكون خارج العملية السياسية كثير من يتخوف منه وحينما يكون داخل العملية السياسية التخوف يزداد بينما هي فرصة حقيقية التيار الصدر يسلم لهم 73 نائبا وسلم الحقائب الوزارية وسلم كل اللجان البرلمانية داخل السلطة التشريعية ولم يتفقوا إذن الأطماع والتسابق والتناغم يجعل الخلافات تزداد وتزداد وتكثر وتكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر